اشتركوا في القناة اكد جلالته وحفظه الله ورعا أن مملكة البحرين وفقا لمبادئها التي سارت عليها حريصة على تأكيد حقوق الإنسان وصيانتها والالتزام بها ممارسة ووضع الأطر الكفيلة بصيانتها وزيادة الوعي بها ثقافة وفكرة مؤكدا جلالته على ما تحظى به هذه الجوانب من اهتمام وافر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية لتعزيز هذا الجانب وقد وارد ذلك في مثاق العمل الوطني ودستور مبلكة البحرين وقوانينها والتطبيق الفعلي لها